اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه بس انا بكلم من برة يعني انا شاف ان باتشيكو مدرب هادي جدا ومدرب كمان عادل جدا ما بين اللعب وبعضها ما بيميس ما بين لعبه التاني حتى لو في عقوبات ممكن تكون على لعب من اللعبين ما بيعلنش عنها يعني انا شاف ان هو مدرب الحقيقة ماشي بشكل كويس قوي وبيحقق لان نجاح اي منظومة لا يزال يكون فيها عادل فنجاح الفريق لو هو المدرب عادل مع كل هتلاقي فيه الجميع بيهترادة إنما أنا شاف إن كان فيه فرص كتيرة جداً النهاردة يعني مش بقول بقى إن زمالك ما وصل شي زمالك ده وصل كتير جداً ووصل في شرط الأول كتير جداً فإنما وارد جداً إن بيحصل بتحصل إن خلاص بتقفل يعني سوء يعني أنت مع تصريح أكتن في فكرة إن هو ألم بعد اللقاء إن زمالك لو كان قاعد يومين تانين في اللقاء ده كانش هيجيب أي أهداف هو النقطة بس النقطة المهمة الفرق يعني زمالك فريق بطولة فدايماً لازم اللعيبة تعرف إن هي حتى هوية في أسوأ حالاتها لازم تكسب يعني مش شرط إنك إنت تكون كويس في الأداء وكويس على المستوى الفردي وكويس على المستوى الجماعي وكويس على المستوى الخططي عشان تكسب إنت ممكن تكون مش كويس على كل المستويات بس تكسب في الآخر جول وخلاص وخلاص تتلات نقط يعني وهو ده اللي حصل في كتير من الأوقات مع الزمالك في بطولة أفريقية في بطولة الدوري السنة اللي فاتت في بعض الماتشات مع باتشيكو أو مع كارتيرون فلازم اللعيبة تعرف إن أنا الأول أكسب وبعد كده أعمل اللي أنا عايز أعمل صحيح صحيح ويمكن ده خلينا نقول إن الزمالك بعد المباراة اللي فات كابتن بالنسبة بعد الفوز الأخير ده كان أفضل نتيجة من 17 سنة الزمالك في بطولة الدوري فكانت النهاردة تكملة لي ودي كانت نقطة أعتقد لازم كان اللي عيبة يحطها في دماغهم يعني خصوصاً المنافسة ما بينك وما بين الأعلي ده قريبة قوي كابتن أنا الحقيقة طبعاً يعني باحترم الأرقام وباحترم كذا وباحترم كذا بس أنا باحترم البطولة يعني أنا ممكن أكون أعمل أسوأ نتيجة من 20 سنة بس في الآخر أكسب البطولة يعني أنا المقياس بالنسبة لي والمعيار بالنسبة لي هو أنا فين من البطولة ممكن في أوقات فريق البطولة يخسر 4, 5, 6, 7, 8 ماتشاط بس بيكسب بطولة في الآخر فطبعاً تحقيق الأرقام ده كويس يعني إنما أنا كنت شايف إن دايماً المكسب بيجيب مكسب وزي ما بقول إن الفريق اللي عايز يكسب البطولة بيكسب في كل الأحوال سواء في أداء جيد أو أداء غير جيد إنما طبعاً أعتقد إن ده ممكن مش هتأثر على الفريق لإن الفريق قدى بشكل كويس انت عارف لو قدى بشكل وحش وكمان اتعادل فدي بتبقى محبطة شوية هو بتشيكوا صراحة أشاد بأداء اللعبين لكن هي النتيجة بالنسبة لهم هي اللي ممكن يعني طبعاً مع المنافسة اللي متواجدة مع النادي الأهلي هي دي اللي ممكن بتزعى جمهور النادي الزمارك كابتال نايدل خلينا أسألك تشكيل نادي الزمارك النهاردة يمكن من خلال وجهة نظر حضرتك فيه هو ابتدأ صح؟ يعني الماتشف الفات كان مثلاً شكبالة كان موجود من البداية النهاردة مش موجود التغييرات نفسها اللي وجدت في اللقاء بنزول مثلاً في الجانس السياسي في آخر خمس دقائق ولا سبع دقائق وأيضاً حسين فيصل اللي هو مفروض المهاجم في جزئية الهجوم وانت احتاجك للهجوم برضو في آخر عشر دقائق مثلاً ولا حاجة هل فكرة التشكيل نفسه والتغييرات كانت هو يعني صائف فيها ولا جانبه صائف في جزئية من ما أظنش أن تغيير فرجاني وحسين فيصل في الدقيقة التسعين كان هامل حاجة يعني أنا معرفش في ليه الحقيقة هو غيره في الدقيقة التسعين لأنه ما فيش مش الحق يعني مش الحق يعمله حاجة يعني إنما وجود أسامة فيصل ممكن يكون هو يعني حب أنه هو يلعب بكسافة هجومية أكتر من الناحية الهجومية يعني أن يلعب أسامة فيصل جنب مصطفى محمد فممكن يدي يعني يدي تقل شوية هو بيلعب دايماً أربعة اتنين تلاتة واحد فلما لعب اتنين في عمق الهجوم مع نزول شيكبالة بدل من حزم يعني لعب في الآخر لعب تلاتة أربعة تلاتة يعني هو يعتبر أنه هو لعب تلاتة متفايلة خروج حسين فيصل أو خروج أشرف بن شرق ونزول حسين فيصل يعني ما أضافش جديد يعني أنا يعني الطبيعي أن أنت بتطلع حد مثلاً باك ولا حد في القلب الدفاع وتبتدي تشتغل أجوزيري هو غير أشرف بن شارك هو واحد من النجوم اللي هو لا هو أشرف أنا أصلاً أشرف بن شارك الحقيقة بالنسبة لي اللي هو لعب ممكن حتى في أسوأ حالاته يجيب جولي في أسوأ حالاته يعمل جولي يعني وجود أشرف زي وجود مصطفى محمد أنك أنت دايماً عندك الأمل خلال 90 دقيقة أنه هيعمل حاجة فأنا كنت شايف في الحقيقة أنه كان لازم يكمل بأشرف ومع نزول شيكابالا فبالتالي يبقى عنده شيكابالا وزيزو وأشرف وكان ممكن ساسي ينزل بدر شوية ينزله مكان إمام كابتن برضو ولا يبقى حاد التالي؟ أه لا عاد ينزل مكان إمام إمام طبعاً لعب الماتشات اللي فات كان بشكل كويس جداً يعني أنا ما بربطش الحقيقة ما بحبش الربط يعني مش اللي هو مثلاً إيه لعب الماتشات اللي فات وجاب سجل أهداف فبالتالي ما يخرجش لا بالحكس الفريق واحدة واحدة بغض النزل عن مين العشرة ومين الحدواشرة ومين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب الأجهز يلعب على طول وهكذا يعني زي تسليم راية كده طيب أثناء اللقاء كان في بعض الأمور التحكمة أنا عارف كابتن نادر السيد ما بيحبش يكلم في الأمور دي لكن في بعض الأحيان بتبقى الأمور واضحة أحدك شفت كرة إمام عشور ليك تعليق عليها كابتن؟ أنا أعتقد يعني أن من غير توضيح أو من غير كلام يعني دلوقتي يبقى وجود كمان الفار ووجود الحكم يعني فيه عوامل مساعدة كتير جداً للحكم أن هو يتأكد من الكرة إنما ما يكون فيه يعني فيه أمور واضحة سواء كان سلباً أو إيجاباً حكم ما قدرش إن هو أخذ القرار السليم فأنا شايف إن بيقى فيها مشكلة بالنسبة للحكم يعني إن بيقى فيه يعني زي ما إحنا شايفين قدامنا في الصورة مثلاً إن الكرة واضحة تماماً إن فيه حجز أو فيه عرقلة من مدافع أسوار ووسط ووسط مش فاغدة فاغدة لا ووسط ووسط وبعدين إيده وكمان فاخد بفاخد يعني الدنيا واضحة الأمور واضحة وبعدين الكرة عدت يعني مش مثلاً إيه نعم ما تطعيتش يعني مش مثلاً حصل مثلاً اللعب حجز الكرة وبعد كده اللعب وقع إنما الكرة قريدة عدت يعني فمعرفش الخير طب تفتكن ليه ما تمش اللجوء للفارة كابتل مثلاً مع إنه هو كان قريب جداً وكان فيه مطالبة من لعيبة نانزة مالك يعني لكن عدم اللجوء للفار ده بيدول إن الحكم متأكد هو أصلاً هو أصلاً الفار موجود عشان ضربة الجزاء والأهداف يعني هو لا يستعمل فيه حاجات خارج منطقة الجزاء يعني أو مثلاً يعني فاول صريح وكده وفيه طرد مثلاً فهو بيتأكد من العرقلة أو بيتأكد من الفاول اللي هو خارج منطقة الجزاء أو بيستخدم فيه هدف مالغي أو كده كان فيه عالم سيفهم في جزئة إنهم ما يروح لهش صراحة أنا الحقيقة ما عرفش ليه يعني بس لازم الحكم يحاسب إن أصلاً وجود الفار والتكلفة بتاعته والتجهيزات اللي موجودة عشان مش جايبينهم ببلايش عشان وبعدين خد بالك لازم الحكم بعدين لو إحنا بنشوفنا في مواقف كتير جداً في ماتشات حتى أوروبية الحكم بيستجيب للعيبة يعني أنا فاكر مثلاً مورات الزمالك في نهاية أفريقيا في كاسة أحد أفريقي دربة جزاء اللي زبالك كسب بيها البطولة كانت من اللعيبة قالت للحكم روح شوف شوف الفار فالحكم ما كانش رايح معي فاستجاب فلازم الحكم يستجيب يعني لازم يكون فيه مرونة هو مش هو مش شجاعة ولا جرأة ولا جدعانة ولا أنا بحدد من غير ما أرجع للفار لا هو لازم تدع طب أنا أقول لها حقيقة بتنقدر أنا في المتابعات الدورة بحيث إن الحكم الفار مش عايز يقول للحكم عشان ما يتحملش هو المسئولية والحكم اللي في الملعب مش عايز يروح عشان ما يتحملش هو المسئولية لو أخد قرار خطأ بحيث كده والله بص ممكن وارد بص اللي مش قد المسئولية ما يتحملهاش يعني يعني إنت مدام ارتضيت على نفسك إنك إنت تكون لأن بص إرضاء الناس غيرها تدرك إنت لازم في بالتالي لو إنت في مكان مسئولية لازم تاخد قرار وتتحمله إنما إن إنت تسيب الدنيا عيمة كده يبقى إنت لا تستحق إن إنت تموجود في طيب بيان نازل مالك اللي هو كان من شوية كابتر نادر يعني حالتك تبعته والجزئية التحكمية وظلم التحكيم هو بتعرض نازل مالك لظلم التحكيم وكمان إدى فيه جزء من البيان خاص بمشكلة محمد الشناوي اللي هو التراجع من اتحاد الكورة عن وقف محمد الشناوي أربع مباراة بخلى مباراة واحدة هل نازل مالك مفروض يتكلم على حاجة زي كده من وجهة نظرك؟ هو أن الزمالك ما بتكلمش على إقاف أو عدم إقاف وبتكلم على العدالة في القرارات تمام يعني هو بيطالب بالعدالة في القرارات لأن ممكن زي ما حصل تصريح من اتحاد الكورة أن النية طيبة في التراجع عشقاتر تمثيل مصر خارجيا أحييهم على النية أحيي اتحاد الكورة على النية إنما طبقا للقوانين واللوايح أعتقد أن ده غير وارد لأن في الآخر إحنا بنلعب في المسابقة ومسابقة تانية تماما ممكن كان وارد جدا أن يحصل فيه طبقا للقوانين أن يحصل طعن في القرار وبعد كده يتم لأن الطعن في القرار بيقف القرار وبعدين بيتم درسة الأمر يأما يطبق أو لا يطبق فده كان مخرج من المخارج ما هو هو خلي بدك قرار نفسه كابت انخرج سريعا وتراجع سريعا بالزبط يعني ده هو ده اللي أنا بتكلم فيه قرار تلع طبقا للوايح اللايح المنصوص بيه أه طبقا للوايح إن أي لمس الحكم أو بييده أو كذا أو كذا فأربع مهورات ده واضحة وصريحة إنما طب فيها كلام والحكم ما كذبش في تقرير بتاعه يعني فيه كلام طيب نتكلم وندرس الأمره بعد كده نشوف ناخد فده اللي أنا بتكلم فيه لأن أنا بقولك إننا ممكن يكون مش هدخل في النواية إنما طبقا للتصريح اللي تم من قبل التحدي الكورة بحييه مع النية بس في الآخر النية دي لا تتوافق مع المسابقة مع القرارات مع اللوايح فكنت يعني أفضل إن ما يحصلش قرار سريع أو إن يعني يقبل طعن فيه كده الاتحاد تدخل نفسه في مشاكل ما عندها أخرى كابتن في فكرة في الآخر هيقولك طب في الآخر هتبقى فيه استثناءات طب أنا عندنا كاس العالم طب الزمالك عنده مش عارف عنده لعيبة مصابقة عنده لعيبة وصابقة عنده خمسة كورونا والعشر كورونا لازم يقبل فيه استثناءات فالاستثناءات فاتح باب الاستثناءات بتبقى فيها بعض المشاكل يعني طب أنت شاف الأندية في الوقت الحقيقة لو ممكن ورد جدا أنا كنت أفضل إن لو نية الاتحاد الكوروناية وطنية لي صالح النادي الأهلي عشان كاس العالم الأندية إن كان ممكن تؤجل تنفيذ القرار لما بعد كاس العالم يبقى أنا ما لغتشي أو ما تلغاش الأربع موريات إنما اترحلت لبعد كاس العالم ده برضو مخرج من مخرج يعني أنا ممكن أقبل طعن النادي الأهلي على القرار وأجل تنفيذ أربع مورات يبقى برضو حققت جزء كبير جدا من العدالة في تنفيذ اللايحة تمام هطلع على فاصل كابتن نادر وأرجع كلمة عن نادي زمالك طبعا والفترة اللي جاية يعني تتكلم فريق كبير وما زال المنافسة مستمرة عندنا دورة طويل والأمور بالنسبة للناديين طبعا متاحة واللأنديها كلها الصراحة في الدورة الممتاز هتكلم برضو على بيرمز والإسماعيل كابتن وما يحدث داخل نادي الإسماعيل هطلع على فاصل ومكمل مع كابتن نادر السايد طيب رجعنا وكابتن نادر السايد طبعا مكملين في مباراتي اليوم ويمكن النهاردة هل جاية زمالك ممكن لكابتن تقلق من تعادلات زي كده خصوصا زي ما بقولنا البداية كانت كويسة تعادل زي النهاردة وانت أكيد هتلاقي فرق بالشكل ده فعدم إيجاد حلول وطبعا تصريح مستر باتشيكو انه ممكن لو قعد 48 ساعة في ظل الشكل اللي بيلعب به نادي أسوان انه مش هنجيبي جوان بلأ بص بص هتلاقي غير أسوان هتلاقي في فرق بتلعب كده فانت لازم يكون عندك شراسة أكتر لازم يكون عندك قوة في الأداء أكتر يعني النهاردة اللي أنا شفته ان اللعيبة بتلعب وهي متطمنة ومتأكدة ان هي تكسب وصل لك الأساس ده كبتن اه طبعا بلعبه سهل وبلعبه يعني استحواز واستحواز بس طب وبعدين ما لازم في وقت من الأوقات يكون عندك شراسة يكون انت عندك عايز حقق الأول الهدف بتاعك وبعدين تبقى تحضر وتلعب بالراحة وبهدوء فرتم الأداء النهاردة ما كانش سريع فأكيد المدربين أو المدرب عنده من الحلول سواء كان اللعيبة أو شكل الأداء أو التحركات في الجمل الهجومية ان هي ان هو عارف كواسا او لما يكون فيه تكتل دفاعي او كسافة عددية في الدفاع احنا عندنا حلول واحدة نتا طبعا يعني ده ده طب لو هو دهالك كبتن وانت برضو مش عارف توصل ايه اللي بيحصل يعني اللعيبة نفسها بقى هي دي النقطة نت بتكلم فيها فكرة الاجراسف ان انا لازم احرص ده ده موجودة عندي حتى لو انا يعني المدرب ما تدنيش حلول ما هو في الاخر بتبقى بقى من شخصية يعني بتبقى دور المدرب اه دور المدرب في ان هو يفرد شخصيته على اللعيبة يعني لان دايما شخصية الفريق من شخصية المدرب لو المدرب في وقت ما الوقت بقى ااجراسف وبقى يعني وبيطلع دوافع وبيخلق حماس جديد للعيبة ده دور المدرب خد بالك النجاح المدرب دايما هو ستين في المية سببين في المية دوافع او ستين في المية دوافع بتقدر تطلعها اللعيبة وتقدر تمانيج اللعيبة دي واربعين في المية نتفق ونختلف على الاداء الخططي بالنسبة للمدرب طب بقى ما انا كنت نقدر يعني انت نجم كبير ونجم زمالك في وقت من القعد بتشيكو طور اداء نجم زمالك فنيا في ظل وجود اللعبين ده كم في المية؟ هو اولا بص لازم نعرف عشان احكم على مدرب لازم نعرف معايير المدرب معايير المدرب في ان هو اولا بشكل شخصي بيقدر انه يدير المجموعة بشكل كويس وفي نفس الوقت يكون يعني فارد سيطرته وشخصيته مش لازم الشخصية في ان انا نكون بزعا والناس بتخاف مني لأ ان انا نكون فارد شخصية في احترام في قناعة ما بين العيبة ومن المدرب اعتقد ده موجود النقطة التانية انه هو بيقدر يختار التشكيل المناسب في المباراة يعني يكون عنده من يستخدم أدواته معايا فباتشيكو أعتقد بيعمل كده حتى في بعض المشاكل اللي قبلها زي غياب مصطفى في المشاكل اللي فاتت زي غياب ساسي في بعض الأوقات فبيدي فرص وفي نفس الوقت كمان بيدي الثقة يعني إمام عشور لعب في مكان جديد بناء على اختيار باتشيكو بناء على ثقة باتشيكو فيه فبالتالي برضو كابتل ما فيه لعيبة برضو بعدهم يعني واحد زي إسلام جابر واحد زي أحمد عيد انت ما بتشوفهش دلوقتي أحمد عيد طبعا عشان خاطر وجود حازم إمام وجود المسلوس كمان أنا شايف أن الأفضل لناد زمالك ولأحمد عيد ان هو يطلع عارة يعني ده أفضل شيء لأنه هو هيبقى هو الباكرايت رقم ثلاثة وعندك من اللعيبة اللي ممكن يبقى جوكر يعني عبدالله جمع ممكن لقى باكرايت باكليفتي مثلا فتقدر انك انت فالولد اللعيب كواس قوي يقدر ان هو يروح عارة طب واحد زي إسلام جابر كان بيعتمد عليك في كل حت إسلام جابر الحقيقة لعب كويس بس أنا شايف ان هو لسه ما توظفش بشكل يتناسب مع إمكانياته يعني أنا الحقيقة مش قادر أعرف إسلام جابر بيلعب إيه بالظبط يعني مش بيلعب إيه يعني هل هو مهاجم هل هو مهاجم هل هو مهاجم ناحية الشمال أو ناحية اليمين هل هو نص مرعب مدافع هل هو بكلفت طب دي مشكلته هو كابتن ولا دي مشكلة مدير فاني ان هو ابتدي أحطك يعني خلاص انت دوقتي لما تيجي تبص إمام عشور انت عارف ان هو كان بيلعب طرف مثلا الشمال مثلا لكن خلاص انت دوقتي جمهور ناتي زمالك عارف ان إمام عشور خلاص بيبتدي في الجزئي دي فخلاص بقى لعيب نص مرعب مثلا لأن المدير فاني خلاص وهو نجح هو لسه الحقيقة اللي أنا شايفه إن إسلام جابر لسه ما دخلش في في فريم ناتي زمالك في فريم نفسه فريم نفسه آه يعني أنا شايف إن هو لسه يعني لسه أعتقد محتاج منه مجهود وإن هو يطور من أداءه ويطور من صفاته الشخصية كلاعب أنا معرفه إش حيث شخصيا إسلام إنما بكلم على صفاته الشخصية كلاعب لازم يطورها تكون في نفس حال كلاكاتسين في ناتي زمالك ولا ياخد زي ما أنت قلت كلا فرصة زي أحمد عيد بره لا ده قرار المدرب وقرار الإدارة يعني بس بس أنا شايف إن هو جاي برقب كبير قوي وكمان حصل في يعني بدل مع واحد من من أفضل لعيبة الزمالك الحقيقة أنا شايف أنا كنت شايف كده محمد إبراهيم ده من أفضل لعيبة لفي ناتي زمالك كان فبرضو ده بتدي شوية حسابات يعني طيب إزاي محمد ميشي وإزاي إسلام جيته وهو طبعا مستنبو طيب خلينا ده في جزئية مهمة كابتن أنه يمكن الناتي زمالك النهاردة وعنده بطولات مهمة بالشكل الفني باللي أنت شايفه اللي أنت بتقوله أنه هو يعني حد ما جيد دوري وبطولة أفريق يوصل لفين يوصل الفينل لا أنا شايف آه طبعا منافسة قوية جدا عالدوري يعني بالعكس المنافسة دلوقتي الحقيقة أنا بحقي كمان اللجنة اللي جات في ناتزة مارك كنت نشخص آه والإدارة نفسها المسشار عماد وباقي أعضاء المجلس طبعا كلهم ناس أفاضل كلهم إنما إنهم يحافظوا على استقرار الفريق وفي نفس الوقت كمان يبقوا على باتشيكو ووجود عبد الحلم علي وعشرف قاسم حافظ الأرقام فده برضو إضافة وجود كابتر فاروق جعفر في الإدارة الفنية في النادي كان موجود كابتر يعني بالعكس أنا شاف الحقيقة الاخترارات مفاقية جدا مع الناس اللي موجودين حافظوا على استقرار الفريق فده أدى أمل كبير جدا إن الفريق يقدر يكمل المشوار اللي هو ماشي بيه شايف الناس زمالك يوصل للفاينال كابتر في الدوري ياخده طبعا يعني طبعا منافسة قوية جدا ما بين الأهل وزمالك يعني هي المنافسة الوحيدة مع احترام الكامل اللي باقي فرق الدوري إنما الزمالك هو الفريق الوحيد اللي ممكن يتنافس طب لو قبلوا بعض وقتا كابتر يعني من وجهة نظرك فنيا مين يكسب أنا شايف الفرص متساوية الحقيقة ما فيش حد يعني الأهل بدأ بدأ يعني أنا شايف أنه بدأ عنده عنده أدوات كتير عنده لعيبة يقدر مسماني أنه هو يلعب بيهم يعني عجبني الماتش اللي فات رغم أداء الأداء غير جيد بالنسبة لللعبين إنما قدر أنه هو يغير من شكل الفريق 3-4-3 وينزل أكتر كسافة جمية فقدر أنه يرجع تاني الماتش بتاع المقولين يعني فأنا شايف أنه مسماني برضو نفسي شخصية باتشيكو شخصية هادية إنما بصراحة لو إحنا بنكقارن ما بين الحداشر أو العشر اللعيبة سيبك من حراس المهرمة العشر اللعيبة زبالك كوالتي أعلى من الأهلي كأفراد كأفراد وكفريق إنما الأهلي عنده عنده عدد كتير كوالتي كويسة يعني يعني فهم كلامك يعني حتى دكة البودلاء هتلاقيها زي ما يعني أنا أصدي على الأهلي مثلا لو فرضا ما عندهش كتير من اللعيبة 9 من 10 إنما عنده كتير لعيبة 7 و 8 من 10 معاي الزمالك عنده كتير لعيبة 9 من 10 بس قليلين مش كتير قوي معاي فتلاقي 9 من 10 وتلاقي بعدها بشوية 6 من 10 فعاشك كده في بعض الأواعات لو في بعض المشاكل الفنية حصلت مع لعيبة زمالك بيقفها مشكلة حال التوصيف إنما لو الأهلي حصل بعض المشاكل فيه، لا، فيه منهم كتير. شايل بعضهم. اه، فيه منهم كتير، يعني يفهم كلامي، فيه منهم كتير. فيه كتير لعيبة 7-10 أو 7.5 أو 8-10، إنما الزمالك عنده 9-10 بس. انت لعيبت كاسعانا واندية كابتن كنت. اه، مع الأهلي. فرص الآلف كاسعانا واندية من خلال طبعاً التوصيف اللي انت قلته ده كابتن. نوع اللعب أول فريق، الدحيل القطري، ثم إن شاء الله لو عد المرحلة هيقابل فريكيبية زي باون ميونيخ. من وجهة نظرك، التعامل بقى في البطلات دي عامل ازاي؟ والأهلي في الوقت ده، بالمجموعة اللي انت بتقول عليها كابتن بالشكل ده، ازاي ممكن يعد المرحلة دي؟ أنا شايف بالدوافع اللي ممكن يخلقها مسيماني للعيبة، ودوافع للعيبة اللي هي أول مرة تلعب كاسعانا من الأندية مع الناد الأهلي. أعتقد ده ممكن لو هم بقوا على قد الحدث. خد بالك، اللاعب لازم يكون عنده ثقة في نفسه إن هو على قد الحدث. لو هو شايف نفسه أقل، فدي هتبقى مشكلة كبيرة. قبل كده في 2006 و2005 و2006، اللعيبة كلها كانت على قد الحدث. كلها لعيبة دولية، كلهم لعيبة كبار، عندهم خبرات، فبالتالي الفريق كان تقيل، كان تقيل، إنما الفريق لسه مش بتقل بتاع الفريق اللي قبل كده في 2006 بتاع الأهلي الحقيقة. إنما لازم هم يكبروا نفسهم ويحطوا نفسهم في حجم كبير. يعني أعتقد إن ممكن بس لو أنا قلت الأسماء، محمد شنوه هو أكتر لعب على قد الحدث. يعني كلهم لعيبة كويسين جدا. إنما أنا شايف إن شنوه هو أكتر لعب. لو كان موجود أحمد فتحي، لو كان موجود بعض اللعيبة اللي هم كانوا قريدي في أحداث زي كده، ده كان هايف لك. يعني إنتحادك بتوصف حاجة اللي هي الخبرات أصدق أو التقل نفسك كابتالنهجة ده اللي أصدق عليه. طبعاً، آه، خبراته تقل اللعب نفسه، قيمة اللعب نفسها. يعني القيمة نفسه. هو يقدر يغير نتائج المباراة من خلال شخصيته. وإن هو ما يتخضش، وإن هو ما يقلقش، وإن هو ما يتوترش. وإن أخذ بالك الصفات الشخصية عند اللعب بنفس أهمية الصفات البدنية والفنية. إن هو ما يقلقش، إن هو ما يتوترش، إن هو ما يخافش، إن هو يكون على أدل حدث. يعني ده اللي أنا بتكلم فيه. لسه فرقة الأهل مش على أدل حدث أولاً. أنت كنت متابعة للدوري القطر يا كابتن، دوحيل على فكرة وبطل الدوري، وهو التاني في الوقت الحالي بس تخيل إن السد الأول بفارق مثلاً 15 نقطة، وهو التاني. عشر نقاط عشر نقاط، وهو التاني كابتن، فبرضو بفارق. بس ده بطولة وده بطولة، يعني ده دوافع وده دوافع تانية. فأنا شايف إن يعني مفيش مقارنة ما بين الوضع ده والوضع فيه عناصر كويسة، أكيد مع الدحيل مش معروفة بالنسبة لكلهم الحقيقة ما تباتش قوي الدوري القطري، إنما نادي من الأندية القوية وبيلعب، وعنده كمان عنده تأثير وعنده مكانة في أسيا وفي دور أبطال أسيا. يقدر النادي الأهلي من خلال طبعاً المطش الأوراني يعد يا كابتنان؟ يقدر له هو بقى على قد الحدث. يعني هو الأهلي. الأهلي كاسم، يعني الحقيقة مش عارف أنا قادر أشرح الموضوع. لا، لسه فرقة الأهلي. حدثة اللعبة لسه بتكونوا. يعني لسه بتكونوا عشان يوصلوا لحجم النادي، لحجم الاسم. معي؟ كلهم لعبة كويسين جداً عن مصار فردي، بس لسه بيكبروا عندك شريف، عندك طاهر، كهرباء كده كده لعب عنده خبرات، واليا أفشا، يعني فهمني؟ كلهم بيتجمعوا كابتنان، حتى السنة دي أنت بترجع معارين؟ لا، يعني أصل، ليه بأقول لك، يعني إنت لو أنت بتكلم على 2006، الخط اليوجوبي بس مثلاً متعب وأبو تريكا، وثلافيو، معي؟ أكيد الموجودين دلوقتي مش بنفس الحاج، ممكن يبقوا في المستقبل، هو ممكن من حظهم أو من سوق حظهم أن هم لسه ما نضجوش قوي، بس يدخلوا في كاس العالم، معي؟ في إما بقى ينضجو جداً، وده اللي نتمنى جميعاً يعني كمصريين، أو أن هم هيبقى فيها مشكلة. طيب، دكتة البودالة أنت بتكلم بنتكلم عليك يا كابتن، اللي هو استغلها يعني مسمعني في الشوت التاني في نادي مولين، أمام مباراته في المولين، وعملت الفرق، دي ما تقدرش تعمل فرق في مباراة زي كده كابتن؟ بغضى نظر بقى عن الشخصية والكلام ده؟ لا مش بغضى النظر، ده أهم حق الشخصية، يعني مش عزي، أنا عزي، أنا عزي على أن مش دكت البودالة، إحنا بنكلم على عشر لعيب أو الحداشر اللاعب، هل الحداشر اللاعب هيقدر أن هم يكونوا على قد الحدث بتاع كاس العالم، ولا لأ، دي النقطة، هم في مجدف، أنا قلت لك، في كتير من اللعابة الأهلي، سبعة وثمانية من عشر، سبعة من عشرة، معي؟ في الآخر، اللي بره زي اللي جوه، اللي يفرق فيهم، اللي هو عنده صفات شخصية وعنده صفات شخصية، يعني أنت تتكلم بايرن، يعني طبعاً ما، أنت تتذكر كانت أن البطولة اللي أنت لعبتها تقريباً؟ كانت وقتها، كانت وقتها لأ، وقتها البطولة اللي روحت فيها أعتقد مع اتحاد جدة، كان اتحاد جدة، وكان فرقة من الأمريكا الجنوبية؟ من أستراليا، مش فاكرة، سيدني، أفسي سيدني، وبطولة دي اللي هو ما وصلناش لها لأعلى، يعني خسرنا أول ماتشو، تاني ماتشو، خلصاً، دي سادس مرة، نادي الأهلي بشترك كابتن تورا، أعتقد أنا شاركت مرتين مع الأهلي في الآخر، ده حاجة جميلة، ده تاريخ كبيرة كتن، لا بالتأكيد، لا بالتأكيد، يعني كانت تجربة تجربة الحقيقة لكل الحقيقة، يعني ما كانش فيه مشاركة في البطولة الأولى، البطولة التانية شاركت، إنما طبعاً حدث، 30% يبقى فيه جمهورة على فكرة كتن في البطولة دي، 30% من الأستاذ ده يبقى هو المتواجد، مع الإجراءات الاحترازية، أه، مع الإجراءات، ده حاجة كويسة، يعني أعتقد قطر بتحاول بعض الأمور اللي، ممكن تخش في كأسة عامة بقى لسه كورونا، لا لا إن شاء الله تخلص، يا عمي، يا رب، طيب، عايز أسألك بقى على إسماعيلي كابتن، وإنت نجمي كبير برضو، ورأيك في ما يحدث في الإسماعيلي؟ وإيه رشدة اللي ممكن يخد أنا إسماعيلي فترة؟ هو بس أنا سؤالي لإسماعيلي وغير الإسماعيلي، يعني ما احترامنا الكامل لجمال الأندية، للأسف أن أنت ما تيجي تكلم كل نادي يقول لك، آه أنا ألعب على بطولة، بتاع بطولة إيه؟ يعني إزاي يعني؟ يعني البطولة لها مقاومات، لها مقاومات فنية، لها مقاومات مالية، لها مقاومات جمهرية، لها مقاومات كتيرة جدا تاريخ، يعني لها مقاومات، إحنا من أول ما تولد لغاية النهاردة، المنافسة ما بين البطولة، ما بين الزمالك والأهل أو الأهل وزمالك، تمام، بالنسبة 80%، الإسماعيلي هو بس فقط لغاية، إمتى الإسماعيلي عمل كده؟ الإسماعيلي عمل كده لما 78% من الإسماعيلي، من ناشئين الإسماعيلي، أو من المواهب اللي قدر القطاع الناشئين يجيبهم من بره، أو لعيبة صغيرين، كانوا بلعبوا في أندية صغيرة، وبعد كده كبروا في الإسماعيلي، لعيبة مش غير معروفة، فأنا بسأل سؤال، طيب أنت، يعني بتغير مدرب ليه أصلا؟ يعني كل شوية تغيير مدرب مدرب مدرب، يعني أنت مثلا، كنت موعود أنك إنت هتكسب البطولة، وبعكية اتفاجئت، يعني، الأندية مش قصد الإسماعيلي، إسماعيلي نادي كبير، بس، ونادي أنا من الأندية اللي كلنا بنحبها، بس أنا قصدي، أن أولا أنت بتجيب العيبة، مش من أولاد النادي، ميزانية النادي، أقل بكتير جدا من قيمة التعاقدات اللي أنت بتعمل بها مع اللعيبة، طب أنت، يعني أنت ما تجيب العيب، تتدي له مثلا تعاقدات مثلا، مثلا، ثلاثة أو أربعة مليون جنيه في السنة، أو تجيب العيب بعشرة أو خمسرين مليون، طب أنت بدلا ما تنهي في المركز الخامس، بتنهي في العاشر، يعني كل واحد عادي، كل واحد عادي، أنا شايف أن من بعد الثالث، أو من بعد الرابع، لغاية قبل الفرقة اللي هتنزل، كواحد، منما في الأهم، أنك أنت بتجيب مثلا، لعيبة كويسة، في سنه كويس، السراتيجي بتاعت الإسماعيلي، أنا مش فاهمها، مش محطوطة أصلا، يعني تغيير المدربين، بتشتلي العيبة كتير، بتشتلي العيبة، بتباشي العيبة، بتشتلي العيبة، بتباشي العيبة، وبتبدل تعاقدات عالية قوي، طب، كل ده ليه؟ أنت البدجت بتاعتك أصلا كام، عشان تعمل كلام ده، والترجب بتاعك إيه؟ يعني فاهم؟ ده اللي أنا شايف ده مشكلة الإسماعيلي الأساسية، سيق من الملعب، يعني الملعب طبعا ده إدارة فالنية، ولكن تغيير المدرب دي فيها مشكلة كتير، طيب، عندنا فقرة سورة كافتن، لأنه وقت ينتهي مع حياتك، يعني، بسعت دائما بالتواجد معك، كابتن نادر، الأراء مختلفة، والترتيب نفسه كمان، حاجة مختلفة، طيب، نروح لفقرة سورة كافتن، أنا في صورة النهاردة، أو أول صورة، كابتن علاء عبدالعيل، بعد تعادلوا النهاردة مع ناد زماري، تجربته بقى مع الفرق كبيرة، وهو يعني الراجل صارحة، كابتن علاء، الحقيقة مميز جدا في الفرق اللي هي المغمورة، يعني هو طبعا مدرب جيد ومدرب كويس، بس بقدر يعمل من الفرق المغمورة، زي ما عمل مع الداخلية، زي ما عمل مع، بيعمل مع أسوان، وأنا شاف المدرب المميزين لنوعية فرق معينة، طيب، الصورة اللي بعدها، بتشيكوا كابتن؟ بتشيكوا من الإضافات القوية في الكرة مصرية الحقيقة، وأنا شاف مدرب عائل، وهادي، وعنده حنكة، وعنده لؤية، يعني مدرب مدربه، الآن زي ما عيكي قوله، مش هتكمل معاك إمتى كابتن؟ مين؟ بتشيكو؟ ده ما أخذش الدوري، الدوري، يعني أنا شاف كده، طيب، ده عمر رضوانا كابتن نهاردة، عمر أنا بحييه على المجاسفة، لأنه هو يسيب الجونة، وبحيي يروح على أسوان عشان يلعب، عشان يحافظ على مكان في المتخب الأولمبي، بالعكس، وأنا قابلته في بداية الموسم، في معسكر المعسكرات، والحقيقة أنا بحييه جداً على الخطوة دي، زي بالزبط، محمد صبح، وعمر صلاح، يعني اللعيب، محمود جد، إضافة قوية، أعتقد حراسة المرمى في المتخب الأولمبي جيداً. طيب، صورة بعدها، مصفقة محمد يا كابتن؟ رأي الشخصي أنه كان لازم يحترف، الحقيقة يعني، لي وللزمالك، يعني كان لازم يوصلوا، الإدارة توصل لاتفاق معين مع عسان تيتيا، لأن أنا شايف أن دي في خسارة لجميع الأطراف. تمام، صورة بعدها، علي لطفي يا كابتن؟ علي من الحراس المميزين جداً، جداً، وأنا شايف أنه أدى ماتش كويس، الماتش الفات، رغم الأخطاء، رغم الأخطاء، إنما سباته الانفعالي في تكملة الماتش، ده يتحسيب له، يعني ده يبين أنه هو حارس مرمى فعلاً موهوب، وحارس مرمى كويس، فأنا شايف أنه يكمل زي ما هو، بس أرجو من الأهلي، مش بقول إنه هو يحصل فيه ماتش وماتش، بس لازم ياخد، لأن المسابق مش بعيدة، مش بعيدة أو ما بين محمد وما بين علي، يعني اللي كانت كثير، بس لازم ياخد، بس ياخد زي ما نشوف في الستي مثلاً، كان دايماً حارس بلعب كاس، وحارس بلعب الدوري وهكذا، تمام، طيب، شريف إكرامي كابتن السورة دي؟ إكرامي يعني، أنا شاف إنه كان فيها يعني مجاسفة، في إنه هو يروح لي، بعد التاريخ الطويل اللي عمله مع الناد الأهلي، أنا شاف إنه هو بيحاول إنه هو، بس طبعاً اللعب، هو عارف كواس أول اللعبة في الأهلي، غير اللعبة في الأندية التانية، يعني، يعني إن شاء الله ربنا وفقه، ويفضل مستمر في أطول فترة ممكنة في المدعين، طيب، آخر سورة معي كابتن الشناوي، وفكرة تواجده في الناد الأهلي، إنه هو، لأهتمد الكل عليه، هو ده طبيعي ياه، طبيعي إنه اللي بقى فيه حارس واحد بس، بس بفيش، فيش حاجة اسمها أثنين حراس، أثنين حراس، لا، أنا قلت إيه، إن الشناوي حارس رقم واحد، وعلي اللطفي لحارس رقم اثنين، بس عالي لازم ياخد معي، يلعب الكاس، يلعب بعض المطشاط، من حارس النادي الأهلي برضو، فبالتالي يبقى جاهز دائمًا، إنه محمد الشناوي الحقيقة بيؤدي أداء رائع، أتمنى إن كل الحراس صغيرين، هو كمان خططي كواس قوي، شناوي، في تحركاته، يعني أحب جدًا إن الحراس صغيرين يتفرجوا على محمد الشناوي، تمام، أخينا كابتن، كان كابتن فاكن صالح هنا، كان موتواجد معي، وكان طبعا بطولي كاس على من كرة يد شغالة، كان كريم هندوي الطيار متقلقي، لديها مواصفات مختلفة، هلكت النادر السايد، سرعة رد فاعل، قطروا أحضر قالي لا، نادر السايد، لا الحضر طبعا جول كويس، إنما كل أحد فيه مميزات، والحضر كان بيعتمد أكتر، يعني كان عنده قوة أكتر في الأداء، يعني قوة، إنما أنا بحب الجول اللي عنده أكتر موهبة، يعني إنه هو ما بيعتمدش على قوة، بس فقط لغير، ممكن رد الفاعل، يعني ودي بيعتمد موهبة عند ربنا، بس خد بالك أنا تعلمت كتير جدا، أنا بحب الهند بول، لأنه كنت أترجع على أيمن صلاح، وقت ما كنت في الزمالك، وأنا، أيمن صلاح كان من الحراس الأعظام، كان نفسك تبقى لعيب الهند بول؟ لا لا لا، عمر يا حبيت، لا يا عمي، صعبة قوي، خد بالك، صعبة جدا، يعني أنت أصل بتأمل كده، من يعرف أنت جالك، فلا، أنا بكلم، يعني روبي وأيمن صلاح، وكريم، والنقيب، الحقيقة أحراس المرمة في مصر بشكل عام، كرة يد وكرة قدم، كل طفيل يوم بقى، إن شاء الله، إن شاء الله بكرا عندهم ماتش ربنا يكريمهم قدام سيلفانيا، حاجة يعني، نتمنى لهم إن شاء الله طفيل، بس أنا بقى محبش، معلش أن أسف لو هتطور عليك، إحنا عايزين نفرح بكرة اليد، ونهني كرة اليد، وإنجاز كرة اليد، مش لازم ندخلها في مقارنات بقى، يا ريد بقى، بقى زي اتحاد اليد، خلينا نفرح بهم الأول، من غير مقارنات، ومن غير، كرة اليد زي زي كرة، بس مش لازم، يعني إيه، تدخل فيها، إن إيه، بص اليد ونكحين زي عالميين، طب وكرة فين بقى، وضع مختلف طبعا، سيب الكرة دلوقتي، ودي اليد حقها يعني، صح كمان، نهار شرفت كابتن نادر، كابتن فاروق، شكرا، ربنا خليك حبيب، وفي توفيق الأحمد إن شاء الله، ربنا خليك حبيب، بقى أحمد بردو عند رد فعلي كويس، إن شاء الله، لعن نشوفه أحسن محد بأمر جهب، إن شاء الله، شكرا، كابتن نادر، باشكرا، إن شاء الله بعد الفاصل، هيكون معي الدكتور طارق الأدور، هيكون، بنتكلم على كأس العالمان ده، وأرقام كتير جدا، عندنا أرقام، يعني خاصة بالدور المصري، وعندنا أيضا كرة اليد، إن شاء الله، دكتور طارق الأدور فيها بأمر الله، كل التوفيق لمنتخدنا أمام سولفينيا بكرة، مهم جدا المكسب، إن شاء الله نوصل للمراحل بعد كده، قادرين إحنا ناخد كاس العالم خلال منتخب قوي، زمال كابتن نادر، السيد فاصل، دكتور طارق الأدور معي،